على وقع الغارات التي شنتها طائرات التحالف لدعم الشرعية والتي استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في الحديدة يتوقع أن يستأنف الجيش الوطني اليمني عملياته العسكرية لتحرير المدينة ومينائها من الميليشيات مصدر عسكري رفيع في جبهة الساحل الغربي أفاد للعربية باستمرار تدفق التعزيزات العسكرية برا وبحرا إلى محاور القتال في جبهة الساحل جنوب محافظة الحديدة وفي حين تواصل وحدات من الجيش والمقاومة مسنودة بطائرات تحالف دعم الشرعية عملية تعقب وتصفية جيوب الميليشيات في مناطق شرقي مديرية التحيطة والدريهمي إضافة إلى تقدمها نحو مناطق زبيد والحسينية على الطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديدة هذه الغارات جاءت بعد استهداف الميليشيات الإنقلابية ناقلتين نفط سعوديتين أثناء مرورهما قبال تساحل المدينة وإخفاق المبعوث الأممي في التوصل إلى حل لتسليم الميليشيات الحوثية المدينة ومينائها للشرعية وفي نفس السياق تمكن الجيش الوطني من قتل ستة قياديين من الميليشيات على جبهة الملاحيض بصعدة وفي مديرية باقم تواصل قوات الشرعية عملياتها العسكرية على مشارف مركز المديرية حيث أشارت مصادر عسكرية إلى أنها تقترب من السيطرة الكاملة على المديرية ومركزها لتضييق الخناق على الميليشيات الحوثية عثمان عمر العربية